تصاعدت التوترات خلال اليومين الماضيين بين برلين وأنقرة بعد إلغاء سلطات الألمانية تجمعين مؤيدين للرئيس التركي في مدينتين ألمانيتين وفيما اتهمت أنقرة برلين بالعمل لصالح المعارضين لتعزيز صلاحيات الرئيس التركي انتقدت المستشارة الألمانية القيود على حرية الصحف في تركيا رفضت المستشارة الألمانية أنجيل ميركل اتهمت أنقرة للحكومة الألمانية بالتدخل في إلقاء تجمعين مؤيدين للرئيس التركي في ألمانيا وانتقدت ميركل في المقابل القيود على حرية الصحف في تركيا وصرحت ميركل خلال زيارة إلى تونس أن النظام في ألمانيا نظام فدرالي البلديات والمناطق لها صلاحيات وكذلك بالنسبة إلى الحكومة الفدرالية وفيما يتعلق بالتجمعات يتم إعطاء التراخيص على مستوى البلديات وكانت أنقرة قد اتهمت برلين بالعمل ضد مصالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال إلغاء تجمعين مؤيدين لتوسيع صلاحيات الرئيس وكان يفترض أن يشارك فيهما وزيران تركيان ونددت ميركل في المقابل بالقيود على حرية الصحف في تركيا خصوصا فيما يتعلق بمراسل صحيفة ديفيلت الألمانية دينيزيوجل والذي أوقف بتهمة الدعاية الأرهابية وتابعت ميركل نحن ملتزمون من حيث المبدأ بالدفاع عن حرية التعبير في ألمانيا وأعتقد أننا محقون في انتقاد أي قيود على حرية الصحف في تركيا مضيفة أن حرية الإعلام لم تنى الحماية الكافية في حالة دينيزيوجل وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد رفضت الاتهامات التركية في وقت سابق وعلق المتحدث باسم الوزارة مارتن شفر أن القرارين اتخذتما سلطات البلديتين المعنيتين ولا تأثير للحكومة الفيدرالية عليهما وضف المتحدث ليس من مصلحتنا أو من مصلحة تركيا أن يكون الحوار بيننا عبر وسائل الإعلام أو أن ندخل في مواجهة مفتوحة وشهدت العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا على عدة أصعدة في الفترة الأخيرة لكن تركيا تظل شركا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة إلى ألمانيا إذ تلعب دورا أساسيا بنظرها في منع تدفق اللاجئين إلى أوروبا